طيب نبدأ حدثنا مع الأستاذ أحمد رفعت وأعرف من حضرتك يعني هذا الحكم بيئة الأعدام وتنفيذه على الإرهاب هشام عشماوي بالتأكيد هو خطوة كبيرة لمكافحة الإرهاب قصاص لشهداء الوطن كيف رأي تنفيذ حكم الأعدام اليوم هو طبعا قصص زي ما حدثك قلت كده تبقى يعني للآية 179 من صورة البقرة ولا يكون في القصاص حياتي أول الألباب وتبقى كمان للآية 14 صورة التوبة ويشفي صدور قوم مؤمنين النهاردة أعتقادي أنه مش بس أسر الشهداء اللي قلوبهم ارتاحت ولا نفسهم هدية أعتقادي أن مصر كلها وكمان كل يعني أنا شايف حتى على شبكات تواصل الاجتماعي الأشقاء في الدول العربية فرحلين لأنه الموضوع مؤثر إحنا قدام مجرم جبنا أصلا من دولة العربية الشقيقة دي هنتكلم فيها لكن خلينا في إصرار الدولة المصرية على الأخذ بالصار الإصرار الدولة المصرية على يعني إهداء هذا العمل اللي نهاردة كان فيه الشكوك أنه هيتنفذ وفيه كلام على ضغوط حقوقية هتمنع مصر وضغوط سياسية ممكن تقف يعني عقبه في سبيل تطبيق الحكم كل ده النهاردة ثبت أنه غير صحيح لكن فيه دليلات مهمة يعني اسمح لي نقف عندها سشها دي وهما سبع يعني خلاصات من العملية كلها ممكن أحدك تكتبهم والنقشهم وورا واحدة أو أولهم كلهم والنقشهم بالترتيب الخلاصة الأولى أو النتيجة الأولى للموضوع كله أن أنت قدام معركة بين حق وبطل الحق فيها يعني لا يمكن يتهزم أبدا أنت قدام الدولة المصرية عريقة لها مؤسسات كبيرة جدا عندها مدد لا نهاية له سواء يعني في الإمدادات سواء في الأفراد سواء في التسليح سواء في المعلومات وأنت قدام شعب النهاردة لا تتخيل أو حدك عارف يعني النبض الشعب المصري إزاي وكان إزاي منتظر اللحظة دي وإزاي متابع الموضوع وعندنا حجد يعني جماهيري هائل وراء الدولة المصرية أي آه دي نقطة الأولى النقطة التانية أنت قدام أسرار الدولة المصرية على آه تعقب المجرمين أي ناما كانوا آه نقطة التالتة أنت قدام آه نجاح سياسي المتهم ده جبناه من آه يعني أشقاء في ليبيا آه إحنا وقفين مع إعادة بنائهم لدولتهم من اللحظة الأولى ورئيس السيسي من 2014 بيؤكد أن مصر تدعم الجيش الوطنية في كل الدولة العربية قالها على الجيش الهرائي وقال بندعم الجيش الهرائي وبنسلحه قالها في آه 22.11.2016 في حواره مع التلفزيون البرتغالي على الجيش الوطني العربي السوري كان الأول مرة تصريح مباشر وعلني يعني كان الأول متكلم على أن احنا بنائهم الجيش الوطنية العربية في محاربة الإرهاب كان 22.11.2016 أعلن مباشرة دعمنا للجيش العربي السود